تراجع في شدة الأحوال الجوية غير مستقرة خلال الساعات القليلة القادمة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة خلال الساعات الليلة التفاصيل بعد قليل شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد اللقاء تكون بكل خير متابعين في الأردن إذن حطلت أمطار الخير على عديد من مناطق المملكة خلال يوم أمس وخلال ساعة نهار يوم الأحد كنتيجة لتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي تكاثرت على إثرها كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتخللها أيضا غيوم ركامية رعدية هطلت على إثرها زخات غزيرة من الأمطار وأيضا زخات من البرد سؤال القماس طناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في عموم شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام العراق وأيضا شمال المملكة العربية السعودية وحتى شمال الأراضي المصرية هي ناتجة عن تمركز لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية تعمل عن نشوء أحوال جوية غير مستقرة وتكاثل لكمية من الغيوم الركامية الرعدية الماطرة في مناطق واسعة من هذه المنطقة تفاصيل أكثر حول حالة عدم الاستقرار الجوي نستعرضها بخراءة توزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الأحد وخلال يوم الأثنين يوم الأحد تبقى المنطقة بالمجمل تحت تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتكاثر كمية من الغيوم الركامية الرعدية في أجزاء واسعة من منطقة بلاد الشام العراق شمال المملكة العربية السعودية شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا الأراضي المصرية وبالتالي تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في عموم هذه المناطق خلال ساعة نهار يوم الأحد تشمل أيضا المملكة مناطق واسعة من المملكة شمال وسط جنوب وأيضا شرق المملكة تكون هذه الأمطار أحيانا غزيرة في بعض المناطق تمل على جريان الأودية وأيضا اتفاع منسوب المياه لكن اعتبارا من ليلة الأحد على الاثنين تبدأ تتراجع تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي وتتقلص رقعة تأثير هذه الغيوم الركامية الرعدية تتركز خاصة في المنطقة الشرقية هذه المرة خلال ساعة ليل الأحد على الاثنين فيما تميل الأجوال للاستقرار تدريجيا في باقي المناطق مع انخفاض كبير ومنموس على درجة الحرارة خلال ساعة الليل لتكون درجة الحرارة مدون الخمس درجة مئوية فقط في المناطق العالية من جبال الشرق وأيضا أجزاء من البادية الجنوبية في خلال ساعة الليل وأيضا خلال ساعة الصباح الباكر من يوم الاثنين اعتبارا من ساعة نهار يوم الاثنين بإذن الله تعود الأجوال للاستقرار مجددا في عموم مناطق المملكة مع سيطرة الأجواء باردة بشكل عام توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة الفرصة واردة لهطوزة خاطرة عادية من الأمطار عشر درجة مئوية فقط كحرار مقاسة المحسوسة تسع درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلات السرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين تبدأ الأحوال الجوية تميل الاستقرار تدريجيا لكن تبقى الأجواء باردة 15 درجة مئوية فقط كحرار عظمى أما الصغرى 11 درجة مئوية ترتفع قليلا يوم الثالث سجل 17 درجة مئوية كحرار عظمى أما الصغرى 11 ويوم الأربعاء 18 إلى 11 درجة مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الاثنين نبدأها من المنطقة الشمالية تستقر الأجواء بشكل عام المفرق 18 إلى 11 إربط 17 إلى 12 نفس الأجواء والحرارة في جرش أما عجلون 15 إلى 11 درجة مئوية بالنسبة لمنطقة الوسطى الزرقاء 18 إلى 12 البلقاء 15 إلى 12 نفس الأجواء والحرارة تقريبا في العاصمة عمان مأدبة 17 إلى 11 والبحر الميت 24 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 16 إلى 10 الطفيلة 15 إلى 10 الشوبك 13 إلى 7 معان 17 إلى 9 والعقبة 24 إلى 19 درجة مئوية بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق 20 إلى 11 الصفاوي 19 إلى 9 ورويشت تفرق لبعض الغيوم 19 إلى 11 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة